السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم بحول الله خيرت لكم هذا الاختبار اللي يحكي ثاني على الصحة خيرته على جال فيه واحد الوضعية تحكي كيفاش تعطي نصائح للأصدقائك باش ينقصوا الوزن تاعهم نبدأ وعلى بركة الله منصف is 13 years old boy قال لكم منصف هو عمر 13 نسنا he weighs about 78 kilos هو يوزن ثمانية وسبعين كيلو he is so fat هو سمين بزاف بزاف that he cannot play or run with his friends للك هو ما يقدرش يلعب كانت يعني ما يقدرش يلعب ولا يجري run مع صحابه he loves eating junk food هو يحب يكل الماكلة اللي مش مليحة سارعة junk food he spends too much time watching tv هو يقضي وقت بزاف يسر يتفرج في التلفاز and eating salted crisps and chocolate he eats a lot of fast food and sweets he eats a lot of fast food and sweets on weekdays on weekdays في الأيام العادية he eats hamburgers pizza and cakes يأكل الهامبورجر والبيتزا والكيك on weekdays he has pancakes يعني في الويكايند هذا الويكايند especially زعما في الويكايند يأكل البانكايكس ويأكل الهوني العسل with العسل يأكل البانكايك بالعسل and cookies ويأكل الكوكيز his mother is angry angry يعني غضبانة with him غضبانة منه لأنه يأكل في هذا الحويش she advised him هي نصحاته to stop eating junk food and have healthy food like قلت له ما لازمش تأكل أكلات سريعة واللي مش مليحة لازم تأكل أكلات مليحة healthy يعني صحية كما vegetables, fruits, chicken, fish and home made breed معلتها الكسرة والخبز اللي ميخدهم في الدار but Monsef ignores her advice هو تجاهل he orders unhealthy food every day هو يأكل الطعام المش يمليحة كل يوم that's why he becomes sick هذا اللي خلاها يكون مريض and lazy مريض وفاشل وتعبان ok at school في المدرسة everyone begins to disturb him because of his weight كل واحد يروح يروح كما نقولو disturb يلومو 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 على الوزن بزاف ok ok كم لوننص Monsef wants to change his eating habits and starts a healthy balanced diet قليك هو حاب يغير من الروتين تاع الطعام تاعه ولا العادة تاع الطعام تاعه ويبدأ healthy balanced يبدأ بالرجيم بيش تكون صحته مليحة ريجيم متوازن ok balanced معتها متوازن diet معتها ريجيم او حمية نروحوا للأسئلة تاع النص part 1 عنا activity 1 read the text and write true or false or not mentioned صحيح او خطأ وnot mentioned هذه معتها غير موجودة في النص ما ذكرهيش ok correct the false one الغالطة نصححوها الغالطة نصححوها عندي الجملة رقم 1 منصف can play with his friends هنا طعنا can play with his friends نروحونا للنص نلقو باللي منصف هنا he can not can't play or run with his friends في الجملة أعطينا can هنا في النص أعطينا can't ساو الجملة رقم 1 هنا false false اوكي نصححوها وش نقولو راح نقولو he نبدأ به he can not play play هنا play with his friend سافي كان هذي نزدلها نوت فقط ذوك نشوفه التصحيح ذوك نكمل الاكسيبيتي ونشوفه التصحيح مع بعضنا he orders junk food every day he orders junk food every day هنا وش قلنا he وراه he orders unhealthy food every day هنا unhealthy food هي نفسها junk food اوكي سافي دير junk food اكتب لكم نشتاك junk food تساوي unhealthy food هذي اثنين true اوكي رقم ثلاثة he visits dietitian every week انا قرأت فالنص ملقيتش كلمة dietitian ملقيتش كلمة هذه visits dietitian every week dietitian كتقرأ فالنص متلقاش كلمة dietitian هنا فالنص مكانش صعفي وش راح نديرو هذي الجملة رقم ثلاثة نكتبو لها not mentioned not mentioned يعني ما اقترحو هاش فالنص ما كانش هالنص اوكي نكملو رقم activity 2 activity 3 ونشوفو التصحيح مع بعض عنا التصحيح زي ما كتبت لكم التصحيح في الكراس ونشوفوه مع بعض عنا باش تعرفو كيفاش تكتبو التصحيح رقم واحد read the text again and answers and answer the following question نقرأه النص ونجاوبه على هاد الأسئلة what does منصف eat on weekdays قالنا واش يكون منصف في weekdays في الأيام متاع الأسبوع أوكي هنا نرجع للناس on weekdays he هو eats hamburgers pizza and cakes وتحبس هام لأنه هنا نعطينا on weekends ها واش يأكل بالصحة نحن نفرق على on weekdays واش يأكل أوكي 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 في الإجابة رح نقوله منصف eats لازم نزيدو s للفعل eats لأنه منصف نكتبو منصف eats on weekdays hamburgers hamburgers أفو hamburgers pizza and cakes هنا عندنا does he follow his mother's advice هل هو يتبع في نصائح تاع أمه هنا في النص كتب لنا ورا هي his ناو مش هذي ها هي but منصف ignores ignores her advice مع ignores هذي ميتبعش الادوائز تاع أمه أوكي صافي هنا هنا نقوله does he follow his mother's advice راح نقوله no he doesn't أوكي نروح للشرح الجمل والأضضاد عندنا overweight معتها سامين في التكست تلقوها fat fat عندنا l معتها sick مريض أوكي هاي كلمة fat هاي fat so fat وعدنا sick هاي ورا هي sick that's why i sick أوكي sick معناتها ill مريض هنا healthy healthy معناتها opposite نتاعها unhealthy unhealthy نزدلها an وهنا love love انت تنحي الاس هذه خطكش عطاك hate معطاك hates لو كان عطاك hates تكتب loves بس عطاك hate تكتب love أوكي نروح نشوف التصحيح هنا activity one الجملة اللي قلنا false he cannot play with his friends باش تكتب التصحيح التاعك الثانية true الثالثة not mentioned يعني ما كاش في النص activity two منصف eats نضيد الاس عمنا ننسيت باش ندير هذيك الشرطة التاعتي ok eats on weekdays hamburgers pizza and cakes ok رقم اثنين رح نجاوب no ودير الفاصلة تاعك he doesn't ok ok رقم ثلاثة activity رقم ثلاثة overweight معتها false ill sick يعني مريض مريض healthy unhealthy hate معناتها love ok ok حبسوا الهنا هنا mainstream of language القواعد اللغوية activity one put the following words in the right column سو عندنا healthy food وعندنا junk food ok ok هنا عدنا green salad معدها صلاطة خضرة soda اللي هو الغازوز hamburger اللي هو الصندويتي على hamburger برقر هذا كل اللي فيه الحم وفيه البيض وفيه المايونيز فيه الدنيا كل في الش soup الشربة نتاع الحوت شربة الحوت شربة الحوت شربة الحوت healthy food معدها طعام صحي junk food معدها unhealthy food معدها طعام غير صحي junk هذه معدها unhealthy غير صحي هنا green salad هي صحية نحطها هنا عدنا soda مهيش صحية نحطها هنا junk food hamburger كيف مهيش صحية نحطها هنا وفيش soup نحطها هنا خطكش شربة الحوت صحية نروح activity two عم بانكم ما حبلش نقول أوكي نروح activity two re-write the following sentences using the negative form رح نكتب negative تاع هاذ الجمال باستعمال not المهم نحاول ه negative form انا حبي نشرح لكم في الكراس احسن ساو ونروح للكراس هنا كيف ننفي should نزد not you shouldn't you shouldn't نحط not برك نركبها مع should وخلاص ولا نحط not ما نركب هاش ندير should not sit and from ونكمل الجملة تاعي we must not eat food نكمل الجملة تاعي نحط not must هذا ما كان هنا مدام عندي فعل فعل ندير don't نحط don't لأنه don't لأنه في الجزء الاخر عندي you 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 ok so هنا نستعمل you will not have sort through ok نزد نشوف الشرح بطريقة أخرى هنا الجملة الأولى لما تكون عندي should should راح نزدل not فقط لم يكون عندي هذ المودل كما should كما must كما will must must not شود انت شود انت ماسنت كي نرسل المست مع النوت رح نكتب هاك ماسنت ماسنت اوكي وهناي ايل ايل نوت كي ما هناك تلبيت لكم يول يول نوت ولا يول نوت اوكي والهاذي هي باش تعرفها هي الاختصار تاعة وال هذا مكان بالصح احناي في الجملة هذه بدالي بفعل بدالي بفعل بدالي بفعل درينك كود ووتا وبعد اكتب لي يول هاف سور ثروت قالك صافي كي تشرب المال بارد راح تمرض بالقراجم بالالتهاب الحلق اوكي سوا هنا مدى ما عندي فعل لازمني ايديت نفي وكيفاش عرفت ايني يدونت علش بدالتش دازنت لانه هنايا عندي يو في الطرفة فيني تاع الجملة عندي يو اوكي ندير دونت درينك كود ووتا نديرو فاصلة فاصلة هنا وتكمل الجملة انا كتبتها هنا فقط باش نشرحلك تكمل هنايا يول يول نوت هاف سور ثروت اوكي هذا مكان اكتيبتي ثري اكتيبتي ثري اكتيبتي ثري تلاسفاي the following words in the right bubble عندنا حرف الش ت والك عندنا سي ايتش ولا اس ايتش تقرأ ش ولا تش ولا ك اوكي هنايا عندنا شيرت شيرت قريناها ش شيرت اوكي نحط شيرت هنايا شف شف هذي ما عندهش قاعدة مثلا وقتش تقرأ ش ولا تش ولا ك على حسب النطق تاع الكلمة ولازم انت تتعود تسمى تتعود تنطق الكلمات طريقة صحيحة كيما هنا يهن شيرت مش كراح تقول تشيرت اوكي راح نقولو شيرت حتتحط اللي هنا شف نحطها كيف كيف هنا شف سي ايتش قريناها ش شف ميكانيك ما نقولوش ميشانيك لاو نقولو ميكانيك هنايا نحطوها هنايا ميكانيك ساندويتش ما نقولش ساندويش ساندويتش نحطوها تش هنايا اوكي دركة انفهمكم في الوضعية الادماجية اللي احكيتلكم عليها هنا situation of integration منصف ومراهقين اخرين يعانيوا من السمنة they need your help هما يحبين موساد انتاعك to become fit باش يصبحوا fit يعني ملاح انقين جسمتاعهم مليح write a short paragraph in which you give some pieces of advice and recommendations on how to lose weight سافي رح نعطولو advice ونقمروه باش يفقد الوزن باستعمال must mustn't should shouldn't the imperative انا حبيت نفاهمكم في الامبراتيب هذي وشي هي الامبراتيب نستخدموها باش نقمرو واحد نقمرو شخص نقمروه نقولولو direct نبدأو بالفعل وذوقا نشوفو ذلك الحل تاع هذا التاسك والحل تاع هذا الوضعية هنا نقللك the following hints will help you اعطاك هذي المساعدة باش يساعدوك في الوضعية زي ما تذكر vegetables with fruit physical activities تذكر الرياضية الرياضة junk food كيما كيك كيما آيس كريم بيتزا water cook sleep for long time هذو يساعدوك في الوضعية الإدماجية تاعك نروح نشوفو الحل والشرح هنا تصحيحة على الجدول green salad fish soup healthy food هنا في junk food راح ندير soda hamburger اوكي هنا الوضعية راح تقول hi today i will give سوفا اليوم سوفا give you some advices راح نعطيك بعض النصائح to lose weight هذي you زي ما راك تخاطب فيه جماعة ولا تخاطب فيه إنسان واحد صحيح؟ you راك تخاطب فيهم هما فيه تقولهم أنتم you to lose weight to become fit باش تصبحوا ملاح رقاق ملاح you shouldn't you shouldn't eat unhealthy food you must go on a diet you should eat healthy food like fruits and vegetables نقطة stop eating junk food عليها قدلت stop ما قدلتش you should stop هذي ضرق نفهمها لكم خليني نكمل النص ونفهمها لكم علاش تبتكي مع هكا you shouldn't eat pizza ice cream or sweets because they make you fat because you make you so fat because you drink كيف كيف بفعل drink water too much please and eat salads don't forget practice every day هذكرت لها رياضة قلت لهم stationary bike is good for you بلاحة لكم it helps you to burn هذي burn b-u-r-n excess of fat تحرق الكثير excess الكثير من الدهون and calories and here تصبح صورة أوضح and calories so here فقط كتبوا التعبير أو الوصف النصائح هنا تقدر تزيد تقدر تحذف تقدر تدير وش تحب انا جبت لك فقط بعض الجمل ما ذكرتش كل حباج باش بيجيش تعبير تاعنا طويل نشوفوا عليش كتبت هنية stop وعليش كتبت drink وعليه كتبت don't وعليه كتبت هنية eat هنية هذوم يقولولهم الimperative form the imperative form واش معنى الimperative form الimperative form نستخدمه باش نؤمر نؤمر به زع ما يقولولها comments comments زع ما نؤمرك comments you نؤمرك نازم نستعمل ذي imperative form الimperative form الimperative form يأتي على شكل فعل فعل direct عنه verb plus object معديش subject ما نذكرش ما نذكروش مثلا نقوله you drink water نقوله direct drink water كما هنا قلت drink water too much please هنا اعطيته امر بصحة امر بلطف امر بلطف قادر هنا تقوله مثلا في هذه for example هنا go on a diet سوف تقوله تنحييو هذه تكتب له please go on a diet يعني باشر بالرجيم باشر بالرجيم اوكي اوه فقط هذه هي نبدأو بالفعل كما هنا يبدأ بالفعل eat salads and eat salads you should eat salads اوكي خاطقش في الطابير قلنا استعملوا imperative form هذا هو imperative فورما كان حتى حاجة نبدأ بالفعل نبدأ بالفعل نبعد لك الobject وشي هو اوكي هذا فعل وهذا object هنا اوه نزيد حاجة اخرى كنجي ننفي ننفي الimperative ننفي نستخدم don't برك وهذا عندي الفعل practice don't forget practice sport ننفي الimperative ندر don't صفي هذه هي imperative form هذا ما كان اوكي ان شاء الله يكون الاختبار يعجبكم هو اكيد يعجبكم اوكي ما تنسوناش فقط باللايك الفيديو لايك الفيديو اوكي واللي ما شاركش يشارك في القناة ويفعل الجرس باش كل حاجة نديرها توصلك ومانش ناسيتكم في الوضعيات الادماجية خطش الاختبار ما تدريش يجيبلك وضعية للصحة يجيبلك وضعية على الاتجاهات يجيبلك وضعية على التسوق يجيبلك وضعية تحكي على الشوبينج في كيش بلاسة يقول لك هدري على هذيك البلاسة اوكي 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 الى اللقاء اوكي